خلينا نقرأ بعض المشاركات فيه أسئلة كانت موجهة أول حاجة فيه مشاهد مرسل يقول سلطان يقول الحلقة اليوم برعاية رمان الطايف ماشاء الله شوف حاطلك رمان قدامك يا أبو محمد طيب نشوف اللي بعدها سالم يقول ماذا قدم كنو ماذا قدم المولد ماذا قدم أبا مسعود يا طارق النوفل وين الشفافية اللي انت تقول هذا واحد فيه سؤال ثاني برضه يقول طارق النوفل يقول غريب طايح مستوى طيب انت بعد شغل شغل مخك كيف استدعى لاعبين متوقفين عن اللعب طبعا يقصد فيهم فهد المولد بالذات ومحمد كنو طيب فيها ريان يقول طيب فهد المولد موقف كيف انضم اقنعنا يا صاحب المنطق يا طارق ما لا شغل وليد ليش دخلني معايا ريان يقوله معك وليد طيب فيه سؤال عبد العزيز آل السفران يقول بلا يسأل طارق النوفل هل نوافل عابد يستحقل انضمام المنتخب هذه الفترة ومحمد طارق ابدأ من حيث انتهيت اللي هو نوافل عابد اعتقد نوافل عابد استعاد جزء من هيبة وشخصية وامكانات نوافل عابد السابق لو كان في كامل امكانيات اعتقد انه هو رقم واحد هو يتم اختيار رقم واحد بقية لعبة المنتخب لا يرد عليك علي يقولك علي يقولك في الهاشتاغ طيب يا طارق النوفل ما شفنا العابد وكانه متواجدين بالجولات الثلاث العابد دكة وكانه موقف نعم لكن اعتقد انوافل عابد في كل الفترة الماضية وحتى في البطولة السوية قدم مستويات كبيرة جدا ولاعب اعتقد انه لاعب من طينة الخبرة يعني من وجهة نظري اشوف انه عودته الاخيرة تجبر اي مدرب على انه يتم استدعاه هذا السؤال يوجه للمدرب عموما المدرب الان عنده بعض اللعيبة مثل تكلمنا على فهد المولد اللي اشاد فيه المدرب فيه اكثر من مرة وحتى بعد قرار او خبر ايقافه كان اكثر واحد يعني ممتعض من هالموضوع كله للمدرب ريناد فبكل تأكيد انه ورقة ريناد الرابحة وكان لاعب اساسي معه في فترات المنتخب فعودته ما فيها شيء لانه هو يعتمد عليه ويعرف امكانياته اضف الى ذلك لكنو كذلك انه من اهم الاوراق الرابحة بالنسبة اوراق المهمة جدا وعملتها المنتخب السعودي لمحمد كنو فهي احيانا بعض المدربين دائما يكون عنده بعض اللاعبين مهمين لو صار في انخفاض بسيط في المستوى لا يعتبر انخفاض دائم او انه يعتبر انه مؤقته عودته مهمة وجوده مهمة يكمل تشكيله او شكل الفني للمنتخب انا لا اتحدث عن امور فنية بقدر ما اتحدث على انه اذا حنا شفنا الان 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 لعب عبد الرحمن غريب في المبارية الاخيرة ما هو عبد الرحمن غريب يشفناه النجم في الاهلي لان ننسى كذلك عبد الرحمن غريب صار عنده مشاكل في عملية الانتقال عفو قبل الانتقال في عنده مشاكل في الحضور التمارين والانتظام واعتقد بين الاهلي كان واضح وشفاف في هذا الموضوع صلاح وحتى بعد ما رجع ولعب ولعب كذلك في النصر ابدا ما هو هذا مستوى عبد الرحمن غريب هي ما هي قضية مستوى اللاعب يهبط لكن القضية يعود إلى مستوى صلاح صلاح يقول لك على هاشتاغ النوف ليقصد مسي ولا العابد منك بالاغتي هو مسي السعودية انا شوفه اي انا شوفه مسي السعودية لو كان في مستوى هو مسي السعودية اذا اخذناها بهذا الطريقة وبهذا السلوب اقول خلو مسي السعودية ولكن في النهاية هو العابد ليس فيه أفضل مستويات بكل تأكيد ولكن حتى وهو يقدم جزء من مستوى إلا أنه أنا بالنسبة لي شوفرق رابح لأي فريق يلعب فيه في المنتخب أو في الشباب طيب علي يسألك يقول طارق النوف للعبود يستحق المنتخب ولا لا وبعدين المعيوف معتزل دوليا يا رجل منطق ايه اللي انت قيت أقول علي أنا أتكلمك عن الأمور الفنية ما تكلم عن الاعتزال طيب العبود يستحقل جاوبة 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 العبود يسألك عن العبود سألك عن العبود جاوبة العبود بالنسبة لي قاعد يقدم مستويات مستويات لكن المدرب هو له اختيرات الفنية أنا في السابق أنا ذكرت أنه المدرب في بعض الأسماء اللعبين في فترات سابقة عند استدعاهم ما طلب ما طلب أسماء كانت يعني يا أبو محمد إذا جاء الاسم على هواك لقيت لعذر وإذا ما جاء على هواك قلت والله هذا رأي المدرب أنا بأس السؤال الآن لما يتم استدعاء لاعب أي نادي إيش هواي في الموضوع أنا هواي المنتخب أنا هواي المنتخب يقدم في مستوى كبير في كاس العالم يشرفني أما قضية لاعب ملاعب هي هذه الجزئيات والفرعيات التي أنا أشوفها تحرك مدرج تحرك سوشال ميدا أي أما بالنسبة لي لا أنا أتفق أنه مستوى أنا أتكلم عن هذا اللاعب غريب أنه لاعب مستوى أصبح حابط في فترة حالية وأتمنى أن يرجع كما كان في السابق خالد يقول لك على الهاشتاق أبو بدر كلام طارق صحيح مئة بالمئة ومنطقي وعقلاني والدليل أن الحراس احتياط ومع هذا أخذهم ليس شرط تكون أساسي عشان تكون بالقائمة كون عندي وجهة نظر هي وجهة نظر لكن إذا أنا أتكلم عن عبد الله المعيوف وقارن في أي حارس سعودي أحيانا لا قدامنا المشهد لو أخذنا بطولات الهلال أو مباريات الهلال الأخيرة بطولاته السبب الأول هو المعيوف المركز إعلام الفتح يسمى هورا المعروف طيب في مشاهد يقول قدامك المشهد أنا لا أقعد أن أبرر شي في مشاهد